هي وجه ملائكه رائع جذبية وأداء روكي جعلها في مقدمة صفوف الفنانين شاركت في العديد من الأعمال الفنية مع كبار النجوم أعمالها تتحدث عنها وعلاقات فيها أيضا حيث تعدت زيجات الفنانة ميرفاة أمين في سنة صغيرة ارتبطت ميرفاة أمين بالمطرب السوري موفق بهجب ولكن هذه الزيجة اعتبرتها الفنانة ميرفاة أمين غلطة وعبرت مؤخرا عن ندمها الشديد على تلك الزيجة واللي عرضت أهلها من أجلها وكانت النتيجة الحتمية هي الطلق وبعد انفصالها عن زوجها الأول وقصة حب كبيرة اتجوزت ميرفاة أمين من عازفة الجتار عمر خرشد ولكن الزواج لم يستمر طويلا بسبب معرفتها أن عمر على علاقة مع ملك الجمال لبنان جورجينا رز فانفصلت عنه اتجوزت الفنانة ميرفاة أمين للمرة الثالثة من رجل الأعمال محمد السيد الصوي من بورس عيد ولكن الخلافات دبت بينهم لتقرر الانفصال عنه عن طريق الخلع الأمر نفسه في زجتها الرابعة وتجوزت ميرفاة أمين من الفنان محمود قبيل بعد قصة حب ولكن لما استمر الزواج ودبت الخلافات بينهم محدث الطلق وكانت الزجة الخامسة هي الأشهر وقتنا هذا وتزوجت ميرفاة أمين من الفنان حسين فاهمي ولد بنتها الوحيدة منه طالله حسين فاهمي واللي عاشت معاه لسنوات طويلة وقدموا مع بعض عدة أعمال سلمائية نكحة ولكن بعد فترة من إنجاب بنتهم بدأت الخلافات في الظهور وانشغلها بالفن عنه وكل وقتها إن الغيرة السبب الرئيسي للانفصال ليكون انفصال ميرفاة أمين وحسين فاهمي صدمة لجميع المقربين منهم بعد زواج لمدة 14 سنة وجاء عقب اشتراكهم معا في بطولة الفيلم التلفزيوني الشهير أسفة أرفض الطلق الفنانة ميرفاة أمين اتجوزت بعد حسين فاهمي من المنتج حسين القلة ولكن أيضا الزواج انتهى بالطلق لأن ميرفاة أمين كانت بتخصص أغلب وقتها لحياتها الفنية أما بقى الزجة السبعة كانت الفنانة ميرفاة أمين من رجل أعمال مصطفى البليدي ولوقع طلق بينهم بعد طورة البليدي في الحصول على عدة قروض من البنوك المصرية وفر هاربا خارج مصر ما اتعى الله بدوام السحة لحد هنا أكون خلصت الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوسلكوا كل الإشعارات أسفكم في رعاية الله أمن وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته